أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتحيح الجزء الثاني من الامتحان الجريب الأول خاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى بكالوريا الشعب العلمية دورة 2024 بحولنا إذن بالنسبة للوضعية الثانية فهي تتعلق بمادة الجغرافية من خلال تحرير الموضوع المقالي طبعا كما كتعرفوا هذه الوضعية هي وضعية اختيارية بمعنى أنكم تختاروا وتكتبوا في أحد الموضوعين المقترحين إذن بالنسبة للموضوع الأول فيتعلق بإشكالية تدبير المدن والأرياف في المغرب والأزمات الناتجة عن هذا التدبير ثم يعني العوامل المفسرة لهذه الأزمات المتراكمة وكذلك مختلف التدابير المتخذة للتغلب عليها إذن بالنسبة لنص الموضوع تواجه المدن والأرياف المغربية أزمات عديدة لا يحاول المغرب التغلب عليها بتدابير مختلفة إذن المطلوب هو تحرير مقال جغرافي من مقدمة وعرض وخاتمة تبرزون فيه العناصر التالية إذن في الفقرة الأولى مضاير أزمات المدن والأرياف المغربية لكن هنا أحدد لكم نوع هذه الأزمات إذن على المستوية المجالية والاقتصادية والاجتماعية إذن الاقتصار على هذه المستويات فقط بالنسبة للفقرة الثانية تفسير أزمات المدن المغربية والفقرة الأخيرة تدابير المتخذة لمواجهة أزمة المدن المغربية ولكن في إطار التهيئة الحضرية إذن هنا ما مطلوبش أن نذكر دور سياسة إعداد التراب الوطني أو تدابير القطاعية إنما فقط يعني أنني اكتفي بتدابير التهيئة الحضرية إذن طبعا المقال دائما كنت توفر فيه ثلاثة ديال الشروط الشرط الأول هو الشرط المنهجي عليه جدير النقاط والشرط الثاني والشرط المعرفي سبع ديال النقاط ثم الجانب الأخير والجانب الشكلي المتعلق بتنظيم ورقة التحرير والكتابة بخط واضح ومقرؤ واحترام علامة الترقيم وغيرها من الجوانب التنظيمية والشكلية إذن عليها نقطة واحدة إذن بالنسبة لمقدمة طبعا ما يفيد هذه الصغة إذن تتخذ الدولة المغربية جملة من تدابير لمعالج أزمة المدن والأرياف في إطار برامج تهيئة وحتى سياسة إعداد التراب الوطني إذن على هذا الأساس يمكننا أن نطرح الإشكال التالية أولا ما هي مظاهر أزمة المدن والأرياف المغربية العوام مفسرة لها ثم التدابير المتخذة لمواجهة أزمة المدن المغربية ولكن تحديدا في إطار تهيئة الحضرية إذن بالنسبة للفقرة الأولى ضمن العرض إذن الإشارة هنا إلى مظاهر أزمة المدن والأرياف المغربية إذن الأفكار الأساسية التي نتقيها وغسين ضرورة نحرها في فقرة أي ضرورة الربط بين هذه الأفكار إذن بالنسبة لمدن مجاليا نشير إلى انتشار السكان غير لائق وتركز المدن بالسواحل اجتماعيا كذلك يعني مشكل السكان غير لائق وصعوبة التعامل مع أصنافه كالسكان الصفيحي والسكان العشوائي وغيره انتشار الفقر والبطالة وخاصة البطالة المقنعة التهميش والإقصاء اقتصاديا تدخم القطاع غير المهكلة وغير المنظم ارتفاع قيمة العقار وغيرها من الأزمات الاقتصادية بالنسبة للأرياف مجاليا تشتت السكان وتباعده أيضا بعد الخدمات عن الساكنة القروية اقتصاديا نشير إلى ضعف دخل الفلاحين ازدواجية الفلاحة يعني بين فلاحة تقليدية وفلاحة عصرية يعني فلاحة تقليدية معيشية وفلاحة عصرية تسويقية ضعف تكاملية الاقتصاد الريفي يعني الارتهان إلى القطاع الفلاحي دون تنوع الاقتصاد الريفي اجتماعيا استفحال الكثير من المعضلة الاجتماعية كالسكل الهاش البطالة الفاقر وغيرها ثم عدم كفاية الخدمات والمرافق الاجتماعية وغيرها بالنسبة للفقرة الثانية إذن العوى المفسرة لأزمة المدن المغربية إذن ضرورة الإشارة إلى الهجرة القروية الكثيفة تزايد الضغط على مختلف الخدمات ضعف الحكامة يعني مشكلة التدبير وعدم نجاعة الوسائل المتخدات ثم أيضا عدم الالتزام بمقتدارة وثائق التعبير صعوبة ضبط توسع العشوائي للمدن وضعف الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية التي تخلق فرص الشغل والقيمة المضافة طبعا هنا كنشير هنا الأفكار الأساسية ولكن ضرورة أنكم تستعملوا الروابط المنطقية للربط بين هذه الأفكار والاستعمال الأسلوب الشخصي بالنسبة للفقرة الثالثة والآخرة التدابير المتخذين لمواجهة أزمة المدن المغربية في إطار التهيئة الحضرية إذن هناك تصنيف لهذه التدابير على المستوى القانوني الإشارة إلى إصدار مجموعة من القوانين كقانون التعمير والتهيئة والتعمير والتدابير المؤسساتية كتأسيس المعادة الوطن للتهيئة وإعداد التراب وكذلك إنشاء الوكالات الحضرية ثم أخيرا التدابير التقنية كالتصاميم المديرية للتهيئة الحضرية تصاميم التنطيق يعني ما يسمى ثم تصاميم التهيئة كخاتمة يتطلب تدبير ناجع ومستدام المجالة الترابية سواء في الريف أو في المدن يعني تضاف جهود كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا الشأن ويظل السؤال المطروح ما هي العوامل المفسرة لعزمة الأرياف المغربية الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني اللي هو كي تتعلق يعني بالمجزوء الثاني من برنامج مادة الجغرافية إذن يعني الإشكالية الأساسية هي الصناعة يعني كقطع اقتصادي أساسي في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي إذن هنا ضرورة الإشارة إلى مظاهر قوة الصناعة في الصين والاندماج الصناعي في الاتحاد الأوروبي تفسير قوة الصناعة الصينية والمشاكل التي تواجه الصناعة الأمريكية إذن من نسبتي للمقدمة إذا كانت الصناعة الصينية تعتمد نموذج تصديري تنافسي بحكم أن الصينية مصنع العالم فالاتحاد الأوروبي هو يعتمد على استراتيجية تعاون الصناعي المتكامل من خلال يعني مجموعة من البرامج والمشاريع الصناعية لكسب رهان تنافسها في حين أن الصناعة الأمريكية فهي تعتمد على الابتكار التكنولوجي رغم المشاكل التي تواجهها ثم من بعد كنت رحل الإشكال في صغاء السيفامية إذن من نسبة الفقراءة الأولى إذن أين تكمون مضاير قوة الصناعة الصينية ومضاير الاندماج الصناعي في الاتحاد الأوروبي طبعا هنا الصعوبة هي كتكمن في الفقراءة الجزئية الثانية اللي هي مضاير الاندماج الصناعي في الاتحاد الأوروبي طبعا تم درسوا مضاير الاندماج الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ولكن يجب هنا التركيز فقط على الاندماج الصناعي والتي يتمثل أساسا يعني في التعاون الصناعي في قطعين صناعيين رائدين هما صناعة الطائرة المدنية من خلال مشروع إيرباس وقطع غزو الفضاء من خلال المركبة الفضائية أريان طبعاً بالنسبة للصناعة المدنية الطائرة المدنية إيرباس لمنافسات بوينغ الأمريكية وأيضاً المركبة الفضائية أريان لمنافسات الوكالة الأمريكية لعلوم الفضاء نازا بالنسبة للصين فمضاير قوتها الصناعية تكمن أساساً أو تتمظهر في ضخامة الإنتاج وتنوع فروعه طبعاً هنا المزاوجة ما بين الصناعة القديمة والصناعة العالية التكنولوجيا أيضاً تعدد وتنوع المناطق والأقطاب الصناعية سيما أنها تتركز في الساحل الشرقي خصوصاً الساحل الشرقي الجنوبي يعني الواجهة الساحلية المنفتحة على المجال العالمي ثم نمو الصادرة الصينية نحو مختلف الدول سواء كان الأمر يتعلق بدول الشمال أو كذلك دول الجنوب ثم حكم أيضاً أن الصناعة الصينية أي ثاني قطاع مساهم في النتيج الداخل الخام بعد القطاع الثالث بالنسبة للفقرات الثانية إذن بما نفسر قوة الصناعة في الصين إذن هناك عوامل طبيعية مرتبطة بوفرة مصادر الطاقة والمعادن رغم عدم كفايتها بحكم الحاجة المتزايدة لهذه المواد الأولية في السوق الدولية ثم هناك عوامل بشرية مرتبطة بيد عاملة صناعية ضخمة يعني أكثر من مليار وربعمائة مليون نسمة وبالتالي سوق استهلاكي واسع جداً دون أننا سيعني الخبرة الصناعية المتراكمة بالنسبة للصين العوامل التقنية والتنظيمية يعني كنشير الجانب التقنية اللي هو الاستخدام الواسع للروبوتيك أو الإنسان الآلي والآلات المتطورة في عملية الإنتاج تنظيمياً يعني الصين قطعت أشواطاً كبيرة في مجال البحث العلمي الابتكاري كذلك الاعتماد على الصناعة الثقيلة في مرحلة البناء الاشتراكي أو المرحلة الماوية نسبة إلى الزعيم الثورة الشيوعية في الصين مو تزيدونغ وتغيير الصين لستراتيجيتها الصناعية من خلال الاعتماد على الصناعة العالية التكنولوجية أو الفائقة الدقة في مرحلة الإصلاح والانفتاح يعني أواخر السبعينيات مع دينغ كسيا و بينغ بالنسبة للفقرة الثالثة المشاكل التي تواجه الصناعة الأمريكية أيضاً هنا الصعوبة في هذا السؤال هو أنه يجب أن نركز على المشاكل التي تواجه الصناعة ليس أنني نذكر المشاكل التي تواجه الاقتصاد ككل أو التي تواجه المجال الأمريكي ككل كالمشاكل أو التحديات البيئية والطبيعية والاقتصادية والاجتماعية لا فقط يجب أن نركز على ما هو صناعي إذن هنا نشير إلى التلوط الصناعي في منطقة الحزام القديم ومنطقة الشمال الشرقي بحكم أنها منطقة صناعية قديمة وبالتالي الصناعات هي ملوثة أزمة بعض الصناعات في الولايات المتحدة خصوصاً الصلب والنسيج ثم هناك أيضاً مشكل كبير يواجه الصناعة الأمريكية وترحيل ترحيلها إلى الخارج الترحيل بمعنى هجرة هذه الصناعات وتفكيكها وإعادة توطينها خارج الولايات المتحدة خصوصاً نحو المكسيك وفي آسيا المحيط لهذه لتقلص كلفة الإنتاج والاقتراب من الأسواق ولكن هذا الأمر عنده وقع سلبي على اليد العاملة في الولايات المتحدة ثم ارتفع كلفة الإنتاج مقارنة بالمنافسين ثم نشير إلى المنافسة الخارجية إذن كخاتم أعزاء يبقى القطاع الصناعي في هذه القوى الاقتصادية الثلاثة وهي الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعني مطالباً أو الامتدليل لمشاكل والتغلب على هذه التحديات القائمة في ظل منافسة دولية قوية وشريصة من طرف قوى الصناعية جديدة لذلك يمكن أن نطرح السؤال على سبيل الختم إذن يبقى السؤال المطروح ما القوى الصناعية الجديدة المنافسة لها إذن ختماً أعزاء أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وما تعافي الآن نفسه ونوفقه في تبليغ مضامين وعناصر الأساسية طبعاً إذا كانت لديكم دائماً أي سئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها لفتاليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته